من جديد وسوشيا للأهلي وترند الأهلي ترند الأهلي بالطبع بيتكلم بقى عن المرحلة اللي جاية والساعات القادمة وازاي هيستعد بيتسو موسماني لمباراة امبي نبدأ بسرعة من ترند الأهلي ونبدأ بأول حاجة من الصفحة الرسمية للسوبر كورا على الفيسبوك اللي نشره فيها ان موسماني بيبحث حلول أزمة دفاع الأهلي قبل موقعة امبي في الدوري طبعا غياب ياسر إبراهيم للإنذار الثالث أيمن أشرف كان زي مننا شيفش عمال لسه بيتكلم على فكرة مشاركته لسه النسبة بتتراوح من 50% ل50% فبالتالي عندك أزمة في خط الدفاع نتيجة غيابات عديدة لكن في نفس الوقت الأزمة لها حلول لان انت عندك لعبة تقدر تأدي أكتر من دور داخل الملعب حمد فتحي ممكن يعود لخط الدفاع أحمد فتحي ممكن يلعب مساك محمد هاني ممكن يلعب مساك وأحدهما ممكن يكون موجود في مركز الظاهير الأيمن فظل كمان هيكون محمود وحيد موجود في مركز الظاهير الأيمن لأن علي معلول في هذا التوقيت موجود مع المنتخب التونس فبإذن الله مع مسيماني مش هتكون فيه أزمة في هذا الموضوع من صفحة الأهرام أيضا كمان على تويتر واللي قالوا فيها أن مسيماني بيستلهم التجربة البرازيلية في الأهلي بيتسو مسماني مع سانداونز كان دايما بيلعب كرة برازيلية كرة مميزة بتتعتمد على المهارة بتعتمد على التسليم والاستلام بدء الهجم من خط الدفاع إلى الأمام فبالتالي الكرة البرازيلية الناس كلها بتنتظر هذا الشكل مع الأهل لكن ده ياخد وقت لكن في نفس الوقت برضو شفنا بعض اللمسات حتى لو بسيطة في المباراة الأخيرة لكن كانت فيه إيجابيات بالنسبة لمرحلة الجاية بعد مباراة المقاولين العرب أيضاً كمان الخبر اللي معايا أو السوشيال ورايا بالنسبة لي الوطن سبورت اللي بعدها مباشرة بتتكلم على بيتسو مسماني بيطالب إدارة الأهل بالتعاقد مع مدافع جديد هذه الأمور غير صحيحة بالمرة ولم يتطرك أحد داخل قطاع الكرة في هذه الفترة لأي من الصفقات أو التعاقدات خلال الفترة اللي جاي الأولوية بطولة إفريقيا الفترة اللي جاي تجديد الدوافع والثقة في كل الليعبين خلال الفترة الحالية والمحاضرات النظرية اللي بيعقدها بيتسو مسماني أو بيعقدها بيتسو مسماني داخل غرفة خلال الملابس كلها بتشتغل على عامل النفسي والتحذير الزهني والتجهيز للمباراة القادمة قبل مباراة الوداد المغربي أي كلام عن أي صفقات في الفترة الحالية غير صحيح بالمرة واخدوها مني بنسبة مليون في المية كل ما يتردد عن صفقات أو لعبين غير صحيح وكل الثقة في اللاعبين في الفترة الحالية قبل مباراة الوداد المغربي طيب كمان معنا من صفحة ماجيكانو على الفيسبوك وهي دايما بتعتمد على فكرة الشحن أو تجديد الدوافع ومسندة اللاعبين خلال الفترة اللي جاية بعد المباراة الأخيرة علي لطفي شارك مكان محمد الشناو بسبب الإصابة وعلي لطفي أدى بشكل جيد جدا صفحة ماجيكانو من الصفحات الجماهرية درها التدعيم ومسندة اللاعبين نزلت صورة لعلي لطفي في مباراة المأولين وكتبت عليها بالتوفية علي في المباراة المتبقية في الدور العام كل الثقة في كل حراس الأهلي شناوي علي لطفي مصطفى شبير أحمد طارق حمز علاء كل الحراس اللي موجودين في النادي الأهلي ايضا كمان من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر احتفلت النهاردة بعيد ميلاد لعبنا خالد دابيبو نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا كابتن خالد طبعا موليد شهر العظماء شهر أكتوبر وخالد بيبو من اللاعبة المميزة جدا داخل النادي الأهلي وبالتأكيد المباراة الشهيرة مباراة الزمالك 6-1 ومن أيضا كمان من المباراة الشهيرة لخالد بيبو مباراة سانداونز السلاسية في نهاية دور أبطال إفريقيا